كون أنت الفائز حديتي معكم اليوم غادي كون على الصورة الكاملة أنت غالبا لا ترى الصورة الكاملة خليكم معي مشاهدية بغيتكم تشوفوا واحد الصورة اللي غادي يدهر أمامكم الآن هاد الصورة هادي واش شفتوها كاملين كين فيكم اللي غادي شوف الوجه ديال العجوز وكين اللي غادي شوف الوجه ديال الشابة هادي الصورة من طبع الحل هي معروفة استعملناها في واحد العداد ديال المناسبات سواء في التكوينات اللي كنقوم بها مع الشباب أو مع الشركات وخاصة مع المضرأ ديال الشركة وكنت تكلموا فيها على وضوح أو جلاء الصورة الكاملة غالبا أنت لا ترى الصورة الكاملة إلا كان الإنسان في حياته كيضن بأنه رحكي يشوف كل شيء وعارف الصورة ديال الشي حدث معين أو لا شيء يوقع قدامه فهذا سيكون غالط وكين هتدد نفسه وكين هتدد الآخرين بدهمور هذه العلاقة لماذا؟ لأنك في الأصل وكأنك تلوح على عينك الرماد كي تنقوله حيث توليك تهتم بالصورة إما كحلة إما بيضة كين فيكم دبالي سيقولي أنا شفت الصورة ديال العجوز كين فيكم دبالي أنا ما شفت الشابة نهائيا أنا شفت العجوز كين اللي غدي في السر أن اللي شاف العجوز راها تعاني من مشاكيل وعنده إحباط إلى آخره وكين اللي غدي يقولك أنا ما بانتش ليهاد الشابة أو لا أنا فعلا شفت الشابة وركزت على الريشة اللي فوق من شار هذيك الشابة لأنها مدورة وجهها وهذيك رهودنيها هذيك الودن اللي كتباليك أنت هذيك الودن هي رعين ديال العجوز فإحنا هنا كنت تتكلموا على الصورة الكاملة فإلى أي حد أنت فعلا كتشوف الصورة الكاملة رد بالك لأنك إلي مشيتي وبقيتي مركز على الصورة فقط ومركزتيش على أنك تشوف جوانب أخرى من الصورة غدي تضمر حياتك وتضمر الآخرين لأنه بالنسبة لك كتشوف من زاويتك أنت مشفتيش الأمر من زوايا مختلفة وربما من زاوية الشخص الآخر اللي ربما عندك معاه مشكل أو كتعاني معاه في شيء معين فهنا غدي مغين نقول لك مثال ديال الشخص اللي كان غادي واحد شوية وقف قدام المرية وقال مع راسو أنا نعم عرفت شمالي وخلال أضعافيت من دا بشوية كان بخير وعلى خير شوف كانت عنده الصورة الداتية على راسو كانت عادية وكانت يقف راسو بخير وعلى خير بمجرد ما شوف الواقع بصورة معينة تغيرت النظرة دياله هكذا كيوقع لنا في حياتنا أنت دائما لا ترى الصورة الكاملة فهذا جزء من علم الإدارة كنتستمره معكم طبيعة الحال مشاهدين الأفاضل بش نتعلموا أننا ما نحكموش لأن اللي كيقهر الناس هو الحكم فأنت دائما أو غالبا لا ترى الصورة الكاملة كن أنت الفائز